السلام عليكم زيكم شباب ان شاء الله يكونوا بكل بخير قبل ما تبدأ حلقة النهاردة زي ما بوصيك كل مرة زي ما بوصيك كل مرة قبل ما تخرم الفيديو اعمل لايك وكمنت تحت عشان خاطر تدعم القناة ويظهر الفيديو العالية الاكبر من الناس وينتشر اكتر وقت. مين مننا يا شباب مش عايز يبني عضلات بسرعة? مين مننا مش عايز يوصل لشيب او فورما وشكلها كويس في اسرع وقت ممكن. بس لازم نتفق يا شباب ان مفيش حاجة سحرية ممكن تعمل لك ده بسرعة. اللي ممكن يعمل لك ده بسرعة هو العلم والدراسات اللي احنا نستخلص منها خبارات ومن تالي نقدر نطبقها ونوصل اللي احنا عايزين. النهاردة في سبع نقط هقول لكم عليها لو عملتهم والتزمت بيهم هتوصل الهايبرتروفي او زيارة المكتبسة بالعضل في اسرع وقت ممكن. نمرة واحد مرة ان العضلة مرتين في الاسبوع. ازا يتمرن العضلة مرتين في الاسبوع زي ما تكلمنا قبل كلا وفي حاجة اسمها برو وفي حاجة اسمها فول بادي ويركاوت. فول بادي ويركاوت يعني انت بتمرن اكتر من عضلة في يوم واحد. بتدي اا عدد من التمرين لكل جزء من العضلات واتمرنها في يوم واحد. فبالتالي اتمرن مثلا السبت الشست وهترجع تمرنه تاني يوم الثلاثة وبرضو يوم السبت هتمرن الكتفة هترجع تمرنه تاني يوم الثلاثة وهكذا طبعا فيه انظمة كتير وفيه برامج تدريبية كتير بنفس المدرسة دي او واخد فكري المدرسة دي زي مثلا زي ابر اند لور زي فايف باي فايف كل الحاجات دي بتخليك تمرن العضلة بتاعتك اكتر من مرة في الاسبوع رقم اثنين حاول في كل يوم تمرين جديد ما تزودش عن لكل عضلة يعني مثلا هتمرن النهاردة ابر وهتمرن طبعا الشست وهتمرن الكتف مثلا من ضمن التمرين بتاعتك حاول انت ما تزودش عن تامبرينين لعضلة الشست حاول انت ما تزودش عن تامبرينين لعضلة الكتف لان زي ما اتكلمت قبل كده في حلقة ان دوت بيكون كويس جدا لسرعة الاستشفاء العضلي وبالتالي النمو بشكل افضل رقم تلاتة هكون خاصة بالست او الجلسات او المجميع فيه ناس تسميها جلسات فيه ناس تسميها معجميع فيه ناس تسميها مرة انا هلعب كم مرة المهم البتاعتك او الجلسات بتاعتك بالنسبة لعضلات الكبيرة ما تزودهاش عن 4 جلسات في التمرينة الوحادة وبالنسبة للعضلات الصغيرة ما تزودهاش عن 3 جلسات يعني مثلا هناخد تمرين دلوقتي whether you know what? تمرين الصحب العالي مثلا على الجهز الصحب العالي ده اسمه اسمها إكسيرز ده اسمه إكسيرسايز اسمه تمرين انت دي بتشغل slaughter zusز او العضلات الكبيرة في الجسم حاول أن انت متمرنوش اكتر من 4 جلسات حاول ان انت متمرنوش اكتر من 4 جلسات طيب عضلات صغيره مثلا زي عضلات ال Bright هنلعب مثلا Berkeley kill مثلا Bill Bar則 كدة حاول انенты دا ذا مقالنا دا اسم exercise حاول انت متزودش عن ثلاث جلسات لتمرين دا وهكذا قيس بقى على بقية التمرين وعلى بقية الجلسات رقم اربعة الريبيتشن او العدات بتاعتك انا دايما بنصح الهايبرد تروفي ان هو يبقى من ست لتمن عدات في الست الواحد او الجلسة الواحد من ست لتمن عدات انا بستغرب ان فيه ناس بتالها بقى اقل من ستة اقل من ستة ده بيشتغل على الباور بيشتغل على الباور زي الباور ليفتر وكلام ده كله واكتر من عشرة يعني ممكن ممكن ان انت توصل الى 12 بس اكتر من عشرة يبقى انت بتستنفس اكتر من مصادر الطاقة بتخش على المصدر تاني ممكن تخش على الاتيك اسد انا مش عايز تقول عليكم تفاصيل ومصطلحات بتوهوا فيها ولكن اكتر من عشرة بيبقى انت متاجه في انتجاه تاني خالص فانا دايما بفضل ان العدات بتاعتك من اسم الهايبرد تروفي او زيارة استهداف زيارة للمكتسب العضلي يبقى من ست لعشر عدات فقط رقم خمسة بلاش الاسلوب الهرمي في تدريب يا شباب سواء الهرم العادي او الهرم المقلوب وايه هو الهرم اصلا ممكن هيقول ايه الهرم اصلا الهرم زي ما احنا تعودنا كده في بدايتنا كنا نيجي نشوف الكوتش في الجيوم يقولك ايه يلعب اول مجموعة بوزنه مثلا عشرة كيلو تاني مجموعة هتزود الوزن شوية هتخليه عشرين كيلو تالت مجموعة هتخليه خمسة وعشرين كيلو رابع مجموعة هتخليه تلاتين كيلو ده اسمه هر ان انت بتبدأ مثلا زي ما الهرم بيبدأ من فوق كده بيبدأ صغير وبعد كده بيبدأ يكبر ينزل يا رد تحت او الهرم المقلوب ان انت بتبدأ من تحت عالي وزن عالي وبعد كده الجلسة اللي بعدها بتقلل والجلسة اللي بعدها بتقلل والجلسة اللي بعدها بتقلل الطريقة دية بتبقى بالذات الهرمي العادي اللي هو النورمال ده بيبقى مناسب اكتر للمبتدئين الناس اللي اول مرة تخدش الجيم لكن بالنسبة لناس اللي عايز تعمل هايباتروف والناس اللي عايز تحقق المستوى متقدم شوية. انا بنصحهم ان هما من الجلسة الاولى يقدر ان هو ياخد الوزن الطاعة الطبيعي اللي هو بيلعب بيه. بس بشارت. بس بشارت. بس بشارت. حط تحت بس بشارت ديت ميت شارت كده. ميت خط. حط تحت ايه ميت خط عشان خاطر الناس بتفهم غلط. بشارت يا جماعة ان انت تكون سخنت كويس جدا جدا جدا. دايما بنصح ان الناس تسخن قبل التمرين بتاعها كويس جدا. ان انت تعمل بالاول بكاردي وخفيف قوي. ممكن تمشي على ان انت تسخن العضلة اللي انت مستهدفها او اللي انت هتمرانها النهاردة. كويس جدا. عدد مثلا متوسط. اخد مثلا تسخنها فيهم. بقى الى كده تبدأ تخش في التمرين بتاعتك على طول. لكن ان انت تبدأ تخش على التمرين بدون تسخين دوت اصابة بدون تفكير. نرجع للنقطة دي تاني. انا بنصح الناس ان هي تلعب بالاسلوب اه العادي انت تخش من اول سات او من اول جلسة ليك تخش بالاوزان الطبيعية بتاعتك وبدون تدرج. الجلسة الاولى والجلسة تانية والجلسة التالتة والجلسة الرابعة وهكذا. ده انت بالشكل ده هتحط العضلة بتاعتك تحت تنشن قوي جدا خلال الجلسات بتاعتها كلها. لكن الناس اللي هي دايما تبدأ الاول سات. لو انت مسلا هتلعب اربع جلسات. هتلعب الجلسة الاولى بوزن خفيف او الجلسة التانية هتزود الوزن شوية. والجلسة التالتة هتزود الوزن شوية. فانت اصلا العضلة ما بدأتش عندك تتحط تحت تنشن غير من الجلسة التالتة. يعني اول جلستين دول طاروا في الهواء. ما قلهمش اي افكتة او اي تأثير على العضلة. الحقيقي بدأ عندك من الجلسة التالتة والجلسة الرابعة. فليه? ليه انت ضيعت جلستين اصلا. فالاسلوب الهارمي دوت دايما انا بقولك نخليه للمبتدئين. لكن الناس اللي عايز تعمل او زيادة في المكتسب العضلي. انا بنصحهم ان هم يخشوا بالاوزان الطوائية بتاعتهم. او اللي هم بيقدروا يحققوا بيها العدد اللي مفروض يحققوه او يجيبوه من اول جلسة عين. رقم ستة يا شباب. وهو نهتم كويس قوي بموضوع وخصوصا كمان وقت النوم. حاول ان النوم بتاعنا يبقى تمن ساعات. ويفضل يفضل يفضل انه هو يبقى تمن ساعات متصلين. النوم المتقطع ده سيء جدا. وان كان بعض الناس عندهم يعني ظروف تمنعهم انهم ينوم ونوم متواصل. فنقول مفيش مشكلة. يعني اه ده احسن الوحش. ان هو ان انت تنام بس حاول برضو ان ان انت تنام ايه نوم متواصل. لكن النوم متقطع ده حاول بقدر الان كان ان انت متقاشر. رقم سبعة ما تقطعش اي عنصر من عناصر النظام الغذائي او المواد الغذائية. يعني ده مش وقت في ان انت تتفنن وتجرب على نفسك دلوقتي نظام ولا 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 مش وقته. ده مش وقته خالص. ان انت تجرب على نفسك. محتاج نظام متوازن. محتاج نظام متوازن من المواد الغذائية. يعني ايه متوازن? يعني يبقى نظامك او اكلك فيه وفيه بروتين وفيه وفيه معادن وفيه كل المواد الغذائية اللي انت ممكن تتخيلها اللي لازم تبقى موجودة في نظامك الغذائي دايما النسبة الاكبر بتكون للكاربوهادريتس طب ايه هي الكاربوهادريتس تحدينا او النسبة الاكبر في ايه هتبقى في الكومبليكس كارب اللي هي الكاربوهادريتس المعقدة اللي بتاخد وقت شوية في تفتتها وهضمها زي الشوفان زي البطاطا زي الرز وتحديدا الرز يا ريتي لو يبقى رز بني عشان نسبة الالياف فيه تبقى عالية شوية دا بالنسبة للكاربوهادريتس تيجي بعديها على طول في النسبة الاكبر هو البروتين وفضل يكونون بروتين حيواني زي ما اتكلمت انا في حلقة عن فرق بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي يجي في المرتبة التالتة بعديهم في النسبة وهي تقريبا بتاخد ربع النسبة وهو الهلسفات او دون الصحية دون الصحية موجودة في بعض انواع من الفكهة زي الابوكادو موجود في زيت الزتون موجود في زيت اليقطين عارفين الزيت الحر بتاع الراجل وده عربية الفول دا زيت غني بأوميجا ثري وكويس جدا دا بالنسبة لنظام الغذائي لازم يكون نظام غذائي متوازن وكامل المواد الغذائية بالتحدي لو عملت السبع حاجات دول واستمريت عليهم استمريت عليهم لان الاستمرار عامل مهم جدا صدقني في وقت قياسي هتحقق نتيجة تحفة ان شاء الله هتدقي لي متنساش يا بطل تشوف الحلقات اللي فاتت حلقات صدقني هتستفيد منها جدا انزل تحت بص على الانكات بتاعة السلاسل اللي عاملنا على القناة تحفة شوية نعلومات من الفرن عليك على طول ان شاء الله استنوني في الحلقات اللي جاية ومتنساش دعم القناة تعمل لايك وتكتب كومنت تحت اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم تعال تعال هنا رايح فين خلاص تفرقت على الحلقة كده واخد بعضك وماشي ده لايك يعني الزرار ده مش يخصرك حاجة يعني مش ياخد منك ثانية وكمان ما تنساش تدوس سبسكرايب عشان خاطر تشترك في القناة ويوصلك الحلقات الجديدة وبالمرة تفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقي فيهم افادة بازن الله اشوفكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة